لمزيد من النقاش تنضم إلينا الأستاذ أمل إسماعيل الباحثة بالمركز المصري للفكرة والدراسات برحب بحضرتك أستاذ أمل ويعني خلينا نوضح للسيادة المشاهدين في البداية أهمية هذا المشروع خاصة أن مشروع بهذا الحجم بالتأكيد سيسهم في تطوير الاقتصاد المصري ويعزز القاعدة للطاقة وتطوير الصناعات الحديثة أهلا بحضرتك أستاذ دارين الحقيقة زي ما حضرتك بكرت وفي التقرير كمان النهاردة يوم مميز جدا ومهم جدا في تاريخ مصر لأن المشروع النووي احنا يعني اشتغلنا على كتير أو للأسف تأجل كتير لحد ما في 2017 خدت خطوات جدية للتنفيذ والنهاردة بنشهد الصبر خرصانية الأولى للمرحلة الرابعة أو للوحدة الرابعة من المفاعل خلينا أقول أن المحطة النووية في الضبعة هتوفر حوالي 10% من إجمال الطاقة المنتجة بمصر طبعا ده حل تشغيلها في 2028 أو 2030 وبالتالي 10% توفير 10% من الطاقة المنتجة واللي حيتم استهلاكها في مصر بسعر أرخص في ظل التقلبات الشديدة جدا في أسواق الطاقة والأزمات العالمية اللي بتمر بيها مصر وبيمر بيها العالم كله ده شيء مهم جدا طبعا بخلاف العوائد البيئية أنه ده مصدر رخيص للكهرباء أو لإنتاج الطاقة منعدم أو قليل جدا للإنبعاثات الكربونية وبالتالي أنا بحقق أكتر من بعض بمشروع مهم جدا هقدر أعتمد عليه في تأمين مصادر الطاقة وتنوع مصادرها وبالتالي ده هينعكس بشكل أساسي وشكل مباشر على الاقتصاد كلما كان عندي مصادر طاقة معتمدة ومستدامة ونظام طاقة مارن بيعتمد بشكل كبير جدا على تنوع مصادر الطاقة مش منتج واحد بس خاصة طبعا المصادر اللي بتعتمد على وقود الإحفور المتقلب والمتغير وغير المتجدد كلما كان الاقتصاد المصري قوي بيجزد استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة بيوفر فرص عمل وبيحقق مكاسر اقتصادية كبيرة جدا طيب يعني الرئيس سيسي النهاردة قال إن محطة ضبعا النووية تضاف لمسيرة إنجازات التعاون المصري الروسي حضرتك شايفة إزاي المشروع ده ممكن يعزز من التعاون بين البلدين خلينا أقول لحضرتك إن الشركة القائمة على تصميم وإنشاء وتشغيل المحطات أو المحطة النووية في الضبع هي شركة روس أتم الروسية الشركة دي بيتمتلك حصة من السوق في هذا المجال أكتر من 35% وبالتالي هي شركة رائدة شركة كبيرة جدا في الصناعات النووية وتشغيل المحطات وبناء المحطات تكون إن الشركة دي من أقل من شهر فتحة فرع ليها هنا في مصر وبالتالي فرص اقتصادية كبيرة جدا في هذا المجال سواء توطين الصناعات واللي كان جزء أساسي منه في المحطة النووية في الضبع إن أنا يبقى عندي مكون محلي يعني صناعات مرتبطة بتشغيل وبناء المحطة في مصر من 25% ل35% وده نسبة مهمة جدا أنا هقدر أشغل فرص عمل أكتر هقدر عمل مصانع أو الصناعات المرتبطة والمكونات المرتبطة ببناء وتشغيل المحطة بعد كده بنسبة كبيرة جدا الشركة دي والشركات الشريكة ليها اللي بتقوم ببناء وتشغيل وتوفير بعد كده الوقود النووي وصيانة المحطات دي وتدريب العمالة المصرية كل الشركات المرتبطة بشركة روس أطوم دي لما تتيجي هنا مصر هتفتح أفاق وهتفتح فرص كبيرة جدا خلينا نقول كمان إنه روسيا عملت يعني مبادرة كويسة جدا في فكرة التعليم الفني فإحنا عندنا مدرسة فنية لأعداد الكوادر البشرية المصرية في الضبع وعندنا الجامعة الروسية كمان كلها بترتبط بمجالات بتخص الهندسة النووية وإزاي وبناء وتشغيل المحطات وصياناتها وخلافه ده غير إنه كمان في المنطقة الاقتصادية بقناة سويس روسيا بتطمح بالتعاون المصري الروسي في مجالات اقتصادية كبيرة جدا إنه يكون في منطقة اقتصادية مصف غرق روسية للتبادل التجاري بين مصر وبين روسيا في مجالات كبيرة جدا أهمها الطاقة والغذاء وتوفير المواد الغذائية المختلفة فالحقيقة حتى طبعا بعيدا عن كل المكاسب دي فكرة إن الهلاقة تبقى وطيدة بين مصر وبين كان مهم كبير جدا علامي زي روسيا ده هيفتح فرص ويفتح مجالات كبيرة جدا في المستقبل لتنمية وتعزيز شوية الاقتصاد المصري خاصة في الفترة القادمة طيب يعني حضرتك تطرقتي إلى ذكر المزيد من الفرص الاستثمارية والمزيد من ربما ضخ اليد العاملة ومحاربة البطالة حضرتك شايفة خطوة مهمة زي اللي حصلت النهاردة إزاي من الممكن إنها تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات للدولة المصرية هقول لحضرتك تاني فكرة الشركات المرتبطة بالصناعات النووية وإن احنا ما كانش عندنا الصناعة دي ده أول مفاعل نوية أو أول محطة نووية بتحصل في مصر طبعا بخلاف المفاعل يعني احنا نقدر نقول إن مصر حصلت النهاردة على صناعة جديدة وهي الطاقة النوية صناعة جديدة تمام صناعة بمكوناتها وصناعة فكرة إعداد الكوادر البشرية اللي حتقوم بتشغيل هذه الصناعة ودي خطوة كبيرة جدا إحنا ما كانش عندنا فيها دور أو خبرة أو سابقة أعمال قبل كده طيب وإحنا بنتكلم عن الصناعة الجديدة دي يعني لازم تكون هناك كوادر مدربة على هذه الصناعة وجود الخبرة الروسية على الأراضي المصرية برأيك هل من الممكن أن تكتسب الكوادر المصرية هذه الخبرة من المدربين السوفيات هو ده شق أساسي في التعاقد بيننا وبين روسيا في هذا المجال إن يكون التشغيل بيعتمد على العنصر البشري المصري يعني روسيا هتيجي هتبني المفاعل هتصممه هتبنيه ولكن اللي هشغله هم الأيد العاملة المصرية طبعا بعد تدربهم وتعليمهم كافة الأمور وهتبضل الشركة الروسية بمثابة المراقب أو المشرف على التشغيل لحد ما العنصر البشري المصري يكتسب الخبرة كاملة غير إن نوع المفاعل نفسه هو يعني بيعتمد أقل على العنصر البشري هو ذاتي أو آلي التشغيل يعني لكن الخبرة الروسية في بناء وتشغيل المحطات وصيامتها بعد كده هتنتقل بالكامل إلى مصر سواء من الفنيين وزي ما قلنا من خلال المدرسة الفنية ومن خلال الفريق الروسي اللي بيقوم بتدريب الكوادر المصرية دلوقتي أو حتى في المجالات المتطورة شوية زي اللي بتحصل في الجامعة الروسية وفي الأقسام المختلفة اللي فتحت في باقي جامعات مصر فالتبق النووي أو الهندسة النووية دخلت كمجال دراسي ومجال تعليمي ومجال صناعي ومجال أنه يبقى إنشاء المحطات في مصر بشكل كبير جدا وده تواجه مهم في الوقت الحالي أنه أنا إزاي أنوع مصادر الطاقة إزاي أستفيد بكل المواد اللي عندي من أول الموقع يعني أنا مصر عندها أراضي كتيرة جدا إزاي أستفيد بالأراضي دي في إنشاء محطات سواء نووية أو الطاقة متجددة أو غيره أو حتى العنصر والبشر إزاي يقدر يواكب سوء العمل ومتطلبات سوء العمل متغيرة جدا في المجالات الجديدة اللي إحنا محتاجين نطور فيها دلوقتي طيب يعني إذا استطعنا أن نتحدث بشكل مجمل عن الفوائد اللي ممكن تجنيها مصر من وجود مشروع بضخامة محطة الضبعة النووية على كافة الأصعيدة سواء سياسية ومكانة مصر على المستوى الدولي اقتصاديا وزيادة موارد الدولة أو حتى في المستقبل إذا ما استطاعت مصر توفير ما يكفيها من الطاقة وتصدير الفائد خلينا أقول لحضرتك في الأول أن الطاقة النووية على مستوى العالم ده شقة مهمة جدا من مصادر الطاقة يعني إحنا بنتكلم في أكتر من 500 محطة نووية في أكتر من 50 دولة وبالتالي هو مصدر إلى حد كبير مع تطور التكنولوجي الحادث حاليا في طرازات المحاولات أو طرازات المفاعلات أو أنواع المحاولات إنه ده مصدر للطاقة موسوق رخيص وحاليا بيكون كمان أولا للإمبعاثات أو يمكن يكون منعجم الإمبعاثات وبالتالي إنه مصر تدخل هذا السوق وهذا المجال بمحطة كبيرة نسبيا 4800 ميجا ده محطة حجمها كبير نسبيا بقرارة بالمحطات الموجودة في العالم إنها تعتمد عليها بأكتر من 10% من طاقتها المنتجة وبالتالي أنا بأمن مصادر الطاقة بسهر رخيص هعمل يعني إلى حد كبير تأمين واستدامة وثبات في الاقتصاد المصري فيما يخص قطاع الطاقة لعشر سنين والعشرين سنة قدام وفقا للإستراتيجية اللي مصر طورتها عشرين ثلاثين لأنه الأول أنا كنت أعتمد أو كنت أعاوز أوصل لتلاتة في المية لطاقة نووية نحن دلوقتي حنوصل لعشر في المية من الطاقة النوية المحطة تحديدا بتنتج أكتر من 35 مليار كيلو وات ساعة سنويا يعني ده رقم حيوفى لي رقم كبير جدا من الطاقة المستهلكة في مصر هتجذب استثمارات زي ما قلنا هتتسوفر فرص عمل هتعمل يعني في وسط الأزمات المتكررة اللي بيمر بيها العالم حاليا الدول المتقدمة قبل الدول النامية كمان إن أنا أقدر بشكل كبير يبقى عندي نظام طاقة مارن يعتمد على أكتر من مصدر للطاقة أنا عندي اكتشافات الغاز والغاز الطبيعي عندي الطاقة المتجددة والتطور الحادث الكبير جدا فيها عندي اقتصاد الهيدروجين والخطط الكبيرة جدا اللي مصر بتطمح لها وعندي كمان الطاقة النووية بمفاعل متطور جدا قدرته كبيرة هيقدر يوفر لي نسبة كبيرة جدا من احتياجاتي من الطاقة كل العوامل دي هتبقى هتخلي عندي اقتصاد إلى حد كبير مارن أو اقتصاد سابت نسبيا وسط تقلبات الابتالي يعني هل نستطيع القول بأن مصر ستقفز إلى مصاف الدول الكبرى بهذا المشروع أكيد أكيد بلا شك بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أمل إسماعيل الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات شكرا جزيلا على هذه الإضاءات